السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مسار علوم الحاسب والهندسة في مقرر الذكاء الاصطناعي واحد في درس هياكل البيانات في الذكاء الاصطناعي الجزء السادس في الدرس السابق تحدثنا عن تطبيقات على الطابور المكدس والطابور باستخدام وحدة الطابور النمطية مثال الطباعة برينت هياكل البيانات الثابتة والمتغيرة سبق توضيح أن هياكل البيانات هي طريقة فعالة لتخزين البيانات وتنظيمها بالإضافة إلى ما تعلمت حول تصنيف هياكل البيانات إلى أولية وغير أولية فإنه يمكن تصنيفها أيضا إلى ثابتة ستاتيك ومتحركة أو متغيرة دايناميك هياكل البيانات الثابتة ستاتيك ديتا ستركتشر يكون حجم الهيكل فيها ثابتا وتخزن عناصر البيانات في مواقع الذاكرة المتجاورة تعد المصفوفة الري المثال الأبرز لهياكل البيانات الثابتة إذن لدينا هنا حجم الهيكل ثابت في البيانات الثابتة لدينا حجم الهيكل ثابت إذن بما أن الثابت فستخزن في مواقع متجاورة في الذاكرة أبرز الأمثلة على هياكل البيانات الثابتة هي المصفوفة الري هياكل البيانات المتغيرة دايناميك ديتا ستركتشر لا يكون حجم الهيكل فيها ثابتا ولكن يمكن تعديله أثناء تنفيذ البرنامج إذن يمكن تعديله أثناء تنفيذ البرنامج حسب العمليات المنفذة عليه تصمم هياكل البيانات المتغيرة لتسهيل تغيير حجم هيكل البيانات أثناء التشغيل وتعد القائمة المترابطة المثال الأبرز لهياكل البيانات المتغيرة مقارنة بين هياكل البيانات الثابتة والمتغيرة من حيث حجم الذاكرة نلاحظ أن الثابتة حجم الذاكرة فيها ثابت والمتغيرة يمكن تغيير حجم الذاكرة أثناء التشغيل لأن المساحة متحركة في المتغيرة فيمكن تغيير حجم الذاكرة أما في هياكل البيانات الثابتة من بداية التعريف يكون الحجم معلوم إذن حجم الذاكرة ثابت أنواع ذاكرة التخزين تخزن العناصر في الثابتة في مواقع متجاورة في الذاكرة الرئيسة إذن مواقع متجاورة أما في المتغيرة تخزن في مواقع عشوائية في الذاكرة الرئيسة من حيث سرعة الوصول للبيانات الثابتة أسرع والسبب أنها متجاورة النقطة السابقة لها سبب سرعة الوصول للبيانات أنها أسرع في الثابتة السبب هو النقطة الثانية أنها تخزن في مواقع متجاورة لذا يسهل الوصول إليها وتتبع أجزائها أما في المتغيرة تكون أبطأ بسبب ماذا؟ أن العناصر في مواقع عشوائية من الذاكرة تخصيص الذاكرة Memory Allocation تنتمي القوائم المترابطة لينكتليست إلى هياكل بيانات قلنا أنها مثال على هياكل البيانات المتغيرة الدينامي وهذا يعني أن عقد القائمة المترابطة لا تخزن أو عقد القائمة المترابطة لا تخزن في مواقع الذاكرة متجاورة مثل البيانات في المصفوفات ولهذا السبب تحتاج إلى تخزين المؤشر من عقدة إلى أخرى لذلك نلاحظ في الذاكرة الثابتة نلاحظ في الخانة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة والخامسة في حال وجود سادسة السابعة ثامنة تاسعة وهكذا نلاحظ أنها تسير بهذا الشكل للتخزين في الذاكرة في الذاكرة الثابتة إذن تحتاج المصفوفات إلى لبنة الذاكرة المتجاورة بينما في المتغيرة نلاحظ لدينا هنا يكون الجزء الأول من الملف وبإمكانك أن تضع الجزء الثاني هنا والجزء الثالث هنا ولكن تحتاج إلى تعريف شيء يسمى المؤشر البوينتر سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله لكي يدلك على موقع الجزء الثاني من الملف اللبنة الثانية من الملف يدلك عليها ما يسمى بالبوينتر أو المؤشر القائمة المترابطة لينكليست هي نوع من هيكل البيانات الخطية إذن هيكل بيانات خطية وهي واحدة من هيكل بيانات الأشهر الأكثر شهرة في البرمجة القائمة المترابطة تشبه سلسلة من العقد تحتوي كل عقدة على حقلين حقل البيانات وتخزن به البيانات وحقل يحتوي على المؤشر المؤشر تحدثنا ما يشير إلى عنوان العقدة الثانية أو مكان العقدة الثانية يستثنى من هذا العقدة الأخيرة التي لا تحمل فيها حقل العنوان أي بيانات إحدى مزايا القائمة المترابطة هي أن حجمها يزداد أو يقل بإضافة أو حذ العقد إذن لدينا حجمها متغير نلاحظ لدينا هنا في الرأس الهد نلاحظ جزئين جزئ باللون الأزرق الفاتح وجزئ باللون الأزرق الغامق ما يكون باللون الأزرق الفاتح هو البيانات بيانات العقدة التي خزنت في هذه العقدة أما الذي يكون باللون الأزرق الغامق يكون عنوان للوصول إلى العقدة التالية وهكذا إلى أن نصل إلى آخر عقدة آخر عقدة سيكون العنوان فيها نل فارغ نقطة بمعنى نقطة أو فارغ إذن القائمة المترابطة هي نوع من هيكل بيانات الخطية التي تشبه سلسلة من العقد العقدة هي اللبنة الفردية المكون لهيكل البيانات وتحتوي على البيانات ورابط واحد أو أكثر من الروابط التي تربطها بالعقد الأخرى إذن العقدة نود تتكون كل عقدة في القائمة المترابطة من جزئين تحدثنا أنها تتكون من جزئين تتكون لدينا من جزئين حقل البيانات هو الجزء الأول هو حقل البيانات والجزء الثاني هو مؤشر للعقدة التالية إذن الجزء الثاني من القائمة المترابطة من العقدة الجزء الثاني هو دليل يدلك أو عنوان يربطك بالعقدة التالية إذن الجزء الأول يحتوي على البيانات الجزء الثاني يحتوي على مؤشر يشير إلى العقدة التالية لقراءة محتوى عقدة محددة عليك المرور على كل العقد السابقة لنشاهد مثالاً على القائمة المترابطة للأعداد الصحيحة تتكون القائمة المترابطة من خمس عقد نلاحظ لدينا هنا تبدأ من الرأس دائماً الهد لدينا موجود العقدة الأرقام المطلوبة لدينا هي ثلاثة الأعداد الصحيحة الثلاثة إثناء عشر واحد خمس وتسعين وواحد وعشرين باللون العزرق الفاتح باللون العزرق الغامق هو عنوان للربط مع العقدة التالية إذن للربط مع العقدة التالية القيمة الفارغة تعني أنها بلا قيمة أو غير محددة أو فارغة على الرغم من أنه في بعض الأحيان نستخدم الرقم صفر للإشارة إلى القيمة الفارغة إلا أنه رقم محدد وقد يشير إلى قيمة حقيقية إذن لا نستخدم الصفر هنا ولكن نستخدم النل قيمة فارغة لأن الصفر يعتبر قد يكون مؤشر لعقدة محددة فنستخدم النل العقد في القائمة لا يكون لها اسم وما تعرف عنها هو عنوانها الموقع الذي تخزن فيها العقدة في الذاكرة للوصول إلى أي عقدة بالقائمة إذا كان لديك قائمة وتريد الوصول إلى أي عقدة فيها تحتاج إلى معرفة عنوان العقدة الأولى بشكل سلسلة حتى لو كانت الخامسة أو السادسة ترغب بالوصول مثلا إلى العقدة السادسة يجب أن تعرف عنوان الهد الرأس العقدة الأولى وعن طريقها ستدلك إلى عنوان الثانية والثانية تدلك على عنوان الثالثة والثالثة إلى الرابعة ثم إلى الخامسة ثم تصل إلى الحدف المنشود وهي العقدة مثلا السادسة إذن نحتاج إلى معرفة عنوان العقدة الأولى ثم تتبع سلسلة العقد للوصول إلى العقدة المطلوبة على سبيل المثال إذا كنت ترغب في الوصول للعقدة الثالثة هذه هي العقدة الثالثة رقم 30 نرغب في الوصول للعقدة رقم 30 عليك البدء من العقدة الأولى لرقم 15 من العقدة الأولى تصل إلى الثانية ومن الثانية تصل إلى الثالثة عنوان العقدة الأولى مخزن في متغير خاص مستقل يطلق عليه عادة اسم الهد الرأس يطلق عليه اسم الرأس قيمة مؤشر عقدة الأخيرة في القائمة قيمة فارغة نل ويمثل بالرمز الدائرة نلاحظ لدينا هنا قيمة فارغة يمثل بالقيمة نل عندما تكون القائمة الفارغة تشير مؤشر الرأس إلى القيمة الفارغة نل نلاحظ العقدة الأولى من الرأس نبدأ العقدة الأولى تدلنا على الثانية والثانية تربطنا مع الثالثة بهذا الشكل إليك مثالا توضيحيا على القائمة المترابطة كما ذكر من قبل فإن كل عقدة تتكون من بيانات ومؤشر يشير إلى العقدة التالية بحيث تخزن كل عقدة في الذاكرة في عنوان محدد لنربط العقدة السابقة بالعقدة التالية بقيمة بيانات 42 التي بدورها تشير العقدة الثالثة والأخيرة عند عنوان 30 بقيمة بيانات 37 إذن البيانات لدي هنا قيمتها 37 أما 30 فهو عنوان فهو مؤشر لدينا هنا هو مؤشر من يرتبط فيه؟ يرتبط فيه العنوان في العقدة السابقة نفس الوضع عندي هنا 20 يرتبط بالعنوان في العقدة السابقة المؤشر البوينتر عندي هنا أما البيانات فهي 15 42 37 الأرقام التي تراها 20 هذه حتى تربطك مع العقدة التالية 30 تربطك مع العقدة التالية إلى أن تصل إلى النل تعرف أن سلسلة العقد انتهت إلى أن تصل إلى النل لو كان هنا قيمة يعرف أن هناك عقدة تليها وهكذا إلى أن تصل إلى هذا الرمز بمعنى أن سلسلة العقد انتهت هنا لدينا هنا هذا عنوان الرأس ودائما يخزن فيما يسمى بالهد كمتغير خاص مستقل يسمى الهد إذن إذا أردت القيمة 37 سأحتاج إلى أن أصل إلى العنوان 10 لماذا؟ لأنه الهد عنوان العقدة الأولى في السلسلة فالعشرة يبيوصلني إلى بيانات 15 التي مربوط فيها البوينتر 20 البوينتر 20 سيوصلني إلى بيانات 42 التي فيها البوينتر 30 البوينتر 30 سيربطني في البيانات 37 التي في نهاية العقدة إذن الله إن شاء الله أنها تكون واضحة إذن مثال العقدة بيانات العقدة رقم 15 عنوان العقدة في الذاكرة هو 10 اللي يسمى العنوان أو الرأس الهد اللي يربطك في هذه السلسلة أو في هذه العقد يربطك فيها الرأس دائما تأخذ عنوان الرأس هو المخزن في الذاكرة بعدها خلاص متصلة مع بعضها البعض العقد متصلة مع بعضها البعض البيانات لدي رقم 15 والعنوان التالي رقم 20 20 هذا أين يرتبط؟ هذا العشرين يرتبط في العقدة التالية نصر لبيانات 42 يأتينا العنوان 30 يربطنا كبوينتر ومؤشر للعقدة التالية وهكذا بهذا الشكل الاختلافات بين القائمة والقائمة المترابطة في طريقة تخزين في الذاكرة المواقع في القائمة متجاورة في الذاكرة أما في اللينك لست مواقع عشوائية اتفقنا في القائمة أنه يخزن في الذاكرة لأنها ثابتة قيمة ثابتة تخزن في المكان الأول الثاني الثالث الرابع أما في القائمة المترابطة تخزن في أماكن عشوائية بمكانك أنك تضع في الأول ورقم 15 في الذاكرة ورقم 32 ولكن تربط بينهم بالمؤشر البوينتر حتى تصل إلى إكمال باقي العقد لدينا الهيكل يمكن الوصول إلى كل عنصر برقم الفهرس الاندكس إذن لدينا الهيكل عندنا الاندكس اتفقنا في القائمة أنه يوجد أسفل من القيم البيانات ما يسمى بالاندكس الفهرس ويبدأ من الرقم صفر في الخلية الأولى وهكذا إلى أن يصل إلى آخر القائمة أما في القائمة المترابطة هناك ما يسمى بالبوينتر المؤشر يخزن واحد من قيم المؤشر فقط الذي هو أول عقدة في هذه القائمة المترابطة تخزن في متغير مستقل في الذاكرة يسمى البوينتر المؤشر ويرتبط باقي العقد ترتبط مع بعضها البعض كما ذكرنا أن كل عقدة تحتوي على جزئين جزء البيانات وجزء المؤشر أو العنوان للعقدة التي تليها في الحجم يخزن كل عنصر تلوى الآخر السبب لماذا مثل ما ذكرنا هنا أن المواقع متجاورة في الذاكرة فإذا تحتاج إلى اندكس يبدأ من صفر وتبدأ لأعداد الصحيحة فيه أما هنا تخزن البيانات في صورة عقد تحتوي على البيانات وعنوان العنصر التالي لماذا؟ لأنها في مواقع غير متجاورة فتحتاج إلى عنوان حتى تكون السلسلة متصلا بعض البعض في استخدام الذاكرة قلنا أنها تخزن البيانات وحدها في الذاكرة إذن بما أنها متتالية لا حاجة للعنوان بما أنها متتالية في القائمة لا حاجة إلى تخزين عنوان إذن فقط بلوك بيانات أو قطعة بيانات في القائمة ولكن في القائمة المترابطة اتفقنا أنه يكون من جزئين جزء فيها الداتا البيانات وجزء فيها البوينتر أو المؤشر أو العنوان للجزء الآخر إذن في استخدام الذاكرة هنا نخزن البيانات والمؤشرات نوع الوصول للبيانات هنا وصول عشوائي إلى أي عنصر بالقائمة ولكن في المترابطة لا وصول متسلسل إلى العناصر بسبب البوينتر أو العناوين التي تقودك إلى العنوان الآخر سرعة الإضافة والحذف في القائمة بطء إضافة العناصر وحذفها أما في القائمة المترابطة سرعة إضافة العناصر وحذفها هذا الجدول الإختلافات بين القائمة والقائمة المترابطة القائمة المترابطة في لغة البايثون لا توفر لغة البايثون نوع بيانات محدد مسبقا للقوائم المترابطة عليك إن شاء نوع البيانات الخاص بك أو استخدام مكتبات البايثون التي توفر تمثيلاً لهذا النوع من البيانات لإنشاء قائمة مترابطة استخدام فئة البايثون في المثال الموضح بالشكل أدنى ستنشئ قائمة مترابطة مكونة من ثلاث عقد نحتاج قائمة مترابطة من ثلاث عقد كل واحدة تضم يوماً من أيام الأسبوع نلاحظ لدينا هنا الاثنين الثلاثة الأربعة ثلاثة أيام للأسبوع نلاحظ كل عقدة تتكون من جزئين هذا يسمى جزء البيانات وهذا يسمى البوينتر أو العنوان المؤشر المؤشر هذا يربطني تجد نفس الرقم اللي في البوينتر هنا موجود هنا حتى أنه يسوي عملية إيصال أو عملية ربط مع اللي بعده الثلاثين مع الثلاثة والثلاثة مع يوم الأربعة نحتاج إلى ما يسمى بالتعريف كما قلنا أنه لا يوجد نوع محدد مسبق للقوام مترابطة لذلك نحتاج ما يسمى بالكلاس الفئة الفئة هي هيك البيانات معرف بواسطة المستخدم ويحتوي علىها ضع البيانات السمات البروبرتيز والطرائق والسلوك اللي يسمى البيهيفير الخاصة بها وتستخدم الفئات كقوالب لإنشاء الكائنات سننشئ أولا عقدة باستخدام الكلاس الفئة لاحظ لدينا هناك single node عقدة واحدة class node في التعريف def in it self اللي هو العقدة لدينا data بياناتها و next اللي هو العنوان والبوينتر none للمؤشر التالي لاحظ هنا data لهذه العقدة والبيانات فيها تساوي data أو بيانات العقدة والعنوان والبوينتر للمؤشر القادم هو القادم هذا البوينتر والمؤشر للعقدة التالية هذا تعريف لم نضيف العقدة بعد هذا تعريف إذن بعد ذلك نقوم بإنشاء العقدة بعد أن قمنا بالتعريف وضعه في الكلاس لدينا ننشئ هايدا فرست كعقدة أولى نود نضع data حقتها البيانات Monday ثم نقول print first data أو data لدينا هنا يطبع لي بيانات العقدة الأولى الفرست اللي هي Monday فسيقوم بطباعة Monday هنا إنشأنا العقدة الأولى الخطوة التالية هي إنشاء قائمة مترابطة تحتوي على عقدة واحدة وهذه المرة سنستخدم مؤشر الرأس للإشارة إلى العقدة الأولى إذن كما عرفنا سابقا اللي لاحظ لدينا هنا في الكلاس كلاس نود تعريفها اسم العقدة لدينا self وهذه بياناتها non والnext أو العنوان المؤشر هذه دائماً هذه البيانات الجزء اللي قلنا بالأزرق الفاتح هي data والnext اللي هو البوينتر والمؤشر اللي بالأزرق الغامق لدينا هنا الnext لاحظنا في بداية تعريف self.data data والself.next بعدها هنا لدينا قائمة مترابطة مع عقدة رأس واحدة لاحظ علامة الهاش هذه أكدنا إنها لا تدخل في البرمجة ولكن هي إضاحات للمبرمج لتسهيل أو تقسيم الأوامر البرمجية لكي يتضح له كل مجموعة وحزمة من الأوامر البرمجية بلغة البايثن إذن هنا إنشاء قائمة أو قائمة مرتبطة مع عقدة رأس واحدة لدينا هنا linked list في الكلاس والتعريف self self.head none لاحظ عقدة رأس لدينا هنا ثم مع عقدة واحدة إنشاءها من عقدة واحدة الآن نبدأ بالإنشاء بعد أن قمنا بعمليات التعريف نبدأ بالإنشاء linked list 1 ساوي linked list كتعريف للقائمة المترابطة linked list 1 dot head ثم نحط العقدة نضعها الhead اللي هي الموندي ثم لدينا هنا طباعة linked list 1 dot head dot data إذن طباعة البيانات للهيد في القائمة اللي اسمها linked list 1 هنا سيطبع مندي لدينا فإذن هنا لدينا إنشاء قائمة مترابطة تحتوي على عقدة واحدة الآن نريد إضافة المزيد من العقد بنفس الطريقة هذا هو التعريف single node عرفناه سابقا طريقته ثم هنا بنفس الطريقة البرنامج الرئيسي linked list ساوي linked list ثم العقدة الأولى لدينا هنا الhead النود حقتها monday أو العقدة الأولى اسمها monday البيانات اللي فيها يوم الاثنين ثم العقدة الثانية لاحظ هنا عندي head هنا حطيت head next بمعنى العقدة التالية للرأس سميتها يوم الثلاثة ثم العقدة التالية التالية للرأس معناها ما بعد ما بعد الرأس العقدة التي تلي التي تلي الرأس إذن head.next.next وأسميتها الاثنين الثلاثة العربعة لدي هنا بعد ذلك طباعة القائمة لدينا هنا node linkedlist.head ثم اطبع أو هواي العفو جملة شرط ما دام هناك عقد بمعنى أنه سيبدأ من الرأس ما دام هناك عقد فأطبع العقدة أو شيء node.data فيطبع أو شيء دائما هو يبدأ من الرأس فسيطبع الرأس في البداية ثم بعد ذلك سيغير قيمة النود بالnode.next بمعنى سيبدأ بالرأس ويطبع الdate الخاصة فيها ثم سيغير النود إلى node.next ويطبع الا بعدها سينتقل التالية هل يوجد التالية لا لماذا لأنه لم يتحقق شرط آيل هنا هنا وضع الشرط أنه يوجد عقد وهنا لا يوجد عقد فسيتوقف بعد طباعتها بعد أن يقوم بطباعة الاثنين والثلاثة والاربع إضافة العقدة إلى القائمة المترابطة هنا يجب أن يشير مؤشر العقدة الأولى إلى عنوان العقدة الجديدة حتى تصبح العقدة الجديدة هي العقدة التالية يجب أن يشير مؤشر العقدة الجديدة الثانية إلى عنوان العقدة الثالثة بهذه الطريقة لن تحتاج لتغيير عناصر عند إضافة عنصر جديد في المنتصب تقتصر العملية على تغيير قيمة العناوين في العقدة التي تسرع من عملية الإضافة في حالة القوائم المترابطة بمعنى نحتاج فقط تغيير عناوين لإضافة عقدة نحتاج تغيير عناوين كمثال نلاحظ لدينا هنا هذه هي القائمة المترابطة 12.99 إذن البوينتر عندي هنا في 12 يؤدي إلى ماذا؟ إلى التسعة وتسعين عنوان المطلوب مني ماذا؟ أني أضع السبعة وثلاثين هنا أنشئ العقدة السبعة وثلاثين هنا أنشئها ثم أربط السبعة وثلاثين مع التسعة وتسعين عفوا أربط السبعة وثلاثين مع التسعة وتسعين وأربط الثنعش مع السبعة وثلاثين كذا أنا حطيتها في المنتصف وضعتها في المنتصف بعد أن وضعتها في المنتصف أربطها مع التالية وأربطها مع السابقة هكذا تحدد مكان هذه العقدة اللي هي سبعة وثلاثين كعقدة دخيلة أو مضافة إلى القائمة المترابطة بنفس الطريقة السابقة في عملية التعريف ذكرناها في تعريف الكلاس للقائمة المترابطة نلاحظ لدينا هنا أيضاً self-head.nun هنا نلاحظ هذا التعريف هو الجديد لدينا هنا في هذا الأمر self-insert after بمعنى أضف بعد لدينا هنا new بمعنى القيمة الجديدة أو العقدة الجديدة التي نرغب بإضافتها والbrief اللي السابقة create the new node وهذا الأمر التعريف لإنشاء عقدة جديدة ثم هنا يجعل القادم يكون العقدة الجديدة في نفس السابق في نفس مكان السابق وهذا new node.next تساوي brief السابق.next أيضاً لدينا brief.next تساوي new node هذه التعريفات بعد أن قمنا بعملية التعريفات هنا نقوم بعملية الإنشاء هنا إنشاء القائمة المترابطة ellist سميتها ellist ساوي linked list لدينا هنا add first two nodes بمعنى أضف أول عقدتين أنا أضيف تفقنا في المثال عندي 12.99 أضيفهم أول شيء فأعين أضيفها الhead لدي 12 ثم second اللي هي العقدة الثانية 99 بعدين أعرف إنها ellist hit.next بمعنى العقدة الثانية هي second هنا إضافة insert new node after 12 بمعنى أضف لي عقدة جديدة بعد 12 أنا لديه هنا 12 ولديه هنا 99 الهدف أني أنشئ عقدة جديدة هنا في المنتصف بينهم فأبأسوي عملية insert after اللي أضفناها هنا أو عرفناها إضافة إضافة بعد لديه هنا إيش 37 اللي هي الجديدة اللي هي 37 أبأسويها after إيش after الhead ما هو الhead لديه هنا الhead هنا اللي هو 12 موجودة في الكود هنا 12 بعدها أطبع القائمة لديه هنا node list hit.head أطبع ما دام هناك عقد بنفس المثال السابق سيقوم بالطباعة ويحرك next للعقدة التالية فسيقوم بطباعة 12 37 99 حذف عقدة من القائمة المترابطة لحذف عقدة عليك تغيير مؤشر العقدة التي تسبق العقدة المراد حذفها إلى مؤشر العقدة للتالي العقدة المحذوفة أصبحت العقدة المحذوفة الثانية عبارة عن بيانات useless معناها بيانات غير مفيدة وستخصص من ساحة الذاكرة لتشغلها لاستخدامات أخرى بمعنى قبل شوي كان عندي 12 و 99 وأضفت 37 بينهم عملية إضافة أنا أسوي عملية العكس أنا عندي 12 وعندي 37 وعندي 99 ماذا سأفعل؟ سأحذف 37 طيب أنا حذفت 37 المؤشر حقه 12 وأدي له 37 الهدف فقط أني أشياء المؤشر هذا وأحطي هنا مؤشر 12 أضعه لـ 9 لاحظنا إذا أردنا حذف العقدة الأولى من القائمة عليك نقل مؤشر الرأس إلى العقدة الثانية الهد علينا أن ننقله للعقدة الثانية بنفس الطريقة السابقة عندنا هنا تعريف الكلاس عرفنا القائمة المترابطة ثم العقدة الأولى أو عقدة الرأس إضافة عقدة الرأس وتخزين عقدة الرأس لدينا هنا بنفس الطريقة ننتقل هنا إلى إنشاء القائمة بنفس الطريقة السميتها كقائمة مترابطة ثم هنا الهد حطيت النود 12 السكند 37 الثيرت 99 هد سكند ثيرت بمعنى 12 لديه هنا 12 و 37 و 99 ثلاث قوائم هذه سميتها الهد وهذه السكند وهذه الثيرت بعد ذلك لديه هنا السدوت هيد نيكست سميتها النيكست سكند عفوا اللي التالية للرأس و سكند دوت نيت يعني معناها التالية للعقدة الثانية تكون هي الثالثة بعد ذلك حذف السبعة وثلاثين دليت نود نلاحظ لدينا هنا عرفنا الدليت نود الدليت نود هنا نلاحظ لدينا هنا الكي معناها ما سيتم حذفه أو المفتاح أو التي أرغب بحذفها نلاحظ لديه هنا وضع لي رقم سبعة وثلاثين اللي هي العقدة هذه أنا أرغب بحذفها بعد ذلك لديه هنا print the linked list بنفس الطريقة السابقة في عملية الطباعة تعريفها الهد ثم مدام هناك عقد اطبع العقدة و حرك العقدة اللي هي العقدة التالية سيقوم بطباعة تسعة و تسعين بعد حذف الرقم سبعة و ثلاثين في هذا الدرس تحدثنا عن هياك البيانات الثابتة والمتغيرة تخصيص الذاكرة القائمة المترابطة إضافة و حذف العقدة في القائمة المترابطة سؤال قارن بين هياك البيانات الثابتة والمتغيرة شكرا لكم على حسن المتابعة و نلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا لكم